الخطوة اللي بعد كده هختار هذه الارضية واروح للانتتي انفو الخاصة بيها طبعا الفيليوم بتاع الارضية بتاعتي موجود بس خلي بقى لك فيها تركاية هتعرفها بعد الخطوة دي شاء الله اهلا بحضراتكم في الجزء جديد في ورشة تصميم كلاسيك في برنامج جوجل سكتش اوب هنكمل في الجزء الثالث الخاص بالورشة وهنتعلم من خلال هذا الفيديو تصميم الارضية الخاصة بالمبنى بطريقة جميلة جدا وبطريقة بسيطة واعتقد انها هتكون فيها اضافة وتركات جديدة لحضراتكم اتمنى انكم تتابعوا الفيديو للنهاية اول خطوة هنعملها ان احنا هنروح لامر لاين وندغط كريك على اول نقطة في الحدود الخارجية الخاصة بالارضية بتاعتي ونمشي على الحدود نقطة بنقطة بهذه الطريقة حاجي للنهاية هنا وحاجي لحد النقطة دي والنقطة دي للنقطة دي بعد كده هروح لنقطة النهاية بعضية الطريقة جميل جدا هيتكون معايا سطح ممتاز الخطوة اللي بعد كده هبتدي عند درج المدخل بتاعي وافرغ الجزء ده هفرغه ازاي هروح اضغط كليك على اخر درجة عندي واضغط كليك في النهاية بنفس الشكل ده وحاجي عند النقطة دي برضو واخد لاين بهذا الشكل بعد كده هاخد لاين في النهاية اللي هيحصل معايا ان الجزء ده هيتفصل معايا عن الجزء ده فحاروح لامر سيلكت او اختار امر سيلكت واضغط كليك هنا واقوله دليل كده انا فرغت الجزء الخاص بسلال المدخل طيب الخطوة اللي بعد كده عاز اعرف ارتفاع الارضية بتاعتي اعرفها ازاي بمنطقة البساطة هنحسب الدرج بتاعنا هنحسبه ازاي انا عندي درية اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية لو لو كان ارتفاع الجايمة بتاعتي خمسة ستة سنتي وهو المنم بتاع الجايمة بتاعتي ازا تمانية في خمسة عشر حيدينا كام متر عشرين يبقى انا حسبت ارتفاع الارضية بتاعتي او سفل المبنى من عدد الدرج طيب جميل جدا طب الخطوة اللي بعد كده ايه هضغط على السفح بتاعي يمين واقول له جروب بعد ما اقول له جروب هخش هو الجروب ده واقول له امر بوش واسحب الاعلى واقول له واحد بوينت عشرين انتر كده انا بسمت ارتفاع الارضية بتاعتك كده خلصنا باش مهندس لأ طبعا لسه ما خلصناش اصبر معي الخطوة اللي بعد كده هختار هذه الارضية واروح الخاصة بيها طبعا بتاع الارضية بتاعتي موجود بس خلي بالك فيها هتعرفها بعد الخطوة دي ان شاء الله ما تاخدش بالك دلوقتي من بعد كده كل اللي هعمله من الجزء ده هروح للتاج واضغط واختار طبعا قبل الخطوة دي هروح للتاجز هنا واقول له هعمل اسمها ارضية عشان زي ما انا قلنا لازم شغلنا يكون منزم ارضيات واضغط في اي مكان واختار الارضيات بتاعتي واروح للانت تانفو واقول له حطها لف الارضيات عشان لو حبيت اخفيها اخفيها جميل جميل طيب ايه الخطوة اللي بعد كده باش مهندس الخطوة اللي بعد كده يا باشا احنا دلوقتي كنا رسلنا الاعمدة صح صح وبعد كده رسلنا الارضيات في تداخل ما بين الارضية والاعمدة طيب هل التداخل ده تصميميا يعني هيفرج معايا باش مهندس لا مش هيفرج معك بس هيفرج معك في الحصر يا باشا بمعنى انت حاليا لما تيجي تحصر العمود ده تختاره كده هتلاقي ان فيه جزء متقاطع مع الارضية بتاعتك هيتحسب في في الاعدة او في الارضية وهيتحسب في الاعمدة فاحنا حاليا الخطوة اللي هنعملها هنتخلص من هزا الجزء هنتخلص من هزا الجزء ازاي بمنطقة البساطة هنقول كليك يمين على شريط الادوات وحن نظهر قيمة عندنا او ادوات اسمها بعد كده هنختار امر اسمه اسبلت في هزي القيمة بعد ما نختار امر اسبلت هنختار الارضية بتاعتنا ونروح لاول عمود ونقول له كليك بعد كده هنختار الارضية مرة اخرى ونروح لتاني عمود ونقول له كليك هتفضل تلف عليهم عمود عمود اختار الارضية كليك اختار الارضية كليك على العمود اختار الارضية كليك على العمود اختار الارضية كليك على العمود وهكذا هنلف عليهم عمود عمود اختار الارضية واختار العمود اختار الارضية واختار العمود بهذه الطريقة هتكرر الموضوع ده على كل الاعمال ده عمود عمود اللي بيحصل معك ايدلوك تباش مهندس الجزء المتقاطع بيبتدي يتفرغ من الارضية بتاعتك هيفدنا في ايه قلنا هيفدنا في الحصر وتصميميا ده الصح ان انت ما ينفعش يجبه في اجزاء متقطعة اه في الحصر طبعا هيجيب لك كميات زيادة واحنا اتفاجنا ان احنا بنصمم وبنحصر في نفس الوقت احنا هدف من دورتنا ان احنا نبني مبنى وليس نرسمه بعد كده عشان هزبت لك الكلام ده تعال اختار تعال اختار الارضية واخد منها نص خبر بهذه الطريقة شو بالله حصل ايه هتلاقي كل عمود احنا كنا رسمينه اتفرغ معاك في الارضية بتاعتك بهذه الطريقة بهذه الطريقة الكلام ده فيديته في الحصر فيديته في الحصر لو اخترنا الارضية باعتنا الكمية اللي كانت موجودة جلت كانت حاجة وتمانين باصبحت متين تسعة وسبعية يبقى كذا ازا كده دي التركاية اللي احنا كنا عايزين نقول عليها ان احنا شغالين موديل مصبوط وكده يبقى احنا اقدرنا نرسم الارضية بطريقة صحيحة في برنامج جوجل وده الهدف من الدورة بتاعتنا واسف جدا لو بعض من حضراتكم حس ان الفيديو يعني خطواته كتيرة او في تدقيق اكثر من اللازم لان ده الهدف من الدورة ان احنا نرسم كل حاجة بدقة ومن بخلش ولو بمعلومة بسيطة حتى لو بعض من حضراتكم عارفها ولكن اكيد في البعض مش عارفها اشكركم ونكمل في فيديو قادم بازن الله تعالى ويا رب يكون الفيديو جد من الاضافة في النهاية اتمنى لو حسيت ان الفيديو قدم الاضافة لك او عجبك اتمنى الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالى من ورشة تصميم كلاسيك في برنامج جوجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته